موسيقى إلى تطورات الملف الأوكراني الروسي حيث أوضح الكريملين أن عزل روسيا أمر مستحيل وذلك بالرغم من وجود مثل هذه المخططات من قبل الدول غير الصديقة وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هناك محاولات ومخططات من دول وصفها بالمعادية من أجل عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا وتجاريا قال وزير الخارجية الروسي سورديي لفراف إن بلاده منفتحة على الحوار مع الغرب وفي مؤتمر صحفي في أرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي أضاف لفروف أن الجميع يدرك الآن أن حلف النيوتو لا يمكنه أن يقرر مصير أوروبا ووصف لفروف الاجتماع الذي عقد في أرمينيا بأنه كان مثمرا وبناء وضم كل دول الأعضاء في المنظمة كاشفا عن توقيع عدة اتفاقات مشتركة نحن اقترحنا مرارا على شركائنا في التحالف الناتو في حلف الناتو من قبل أو بالتشارك مع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بإطلاق الحوار وإيجاد آليات للتعاون والتنسيقات ولكن حلف الناتو دائما كان يرفض ذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحددون مصير الدول الأوروبية وهذا أصبح واضح لجميع قال مسؤولون أن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في زفر دنتسك مع احتدام القتال في الشوارع وتواصل القصف ليلة نهار بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة الأساسية لهدفها والمتمثل في السيطرة على شرق أوكرانيا وأوضح سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الوضع بالغ التعقيد وأن القوات الروسية تركز كل قوتها على المنطقة يأتي ذلك في وقت تقول فيه أوكرانيا أن أملها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي لقوة العسكرية الروسية الهائلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خرسون بجنوب أوكرانيا وهي منطقة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية هذا وقد أوضحت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني أن قواتها الجوية قصفت مواقع روسية تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول خمس مناطق في خرسون قالت وزارة الدفاع البريطانية أن مدينة ماريبول الواقعة في جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا نظرا لأن الخدمات الطبية توشك في المدينة على الانهيار وفي بيان أضافت الوزارة أنه من المحتمل أيضا حدوث نقص شديد في الأدوية في خرسون وذكرت أن روسيا ستواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها أعلنت الرئاسة الفرنسية استعداد باريس للمشاركة في عملية تتيح ربع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا يأتي ذلك كمحاولة لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها وقال أحد مستشار رئاسة الفرنسية قال إنهم جاهزون تحت تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن لتمكين السفن من العبور رغم وجود الألغام في البحر أكد رئيس أركان البحرية الإيطالية الأدميرال أنريكو كندينو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات تطهير السواحل الأوكرانية من الألغام أو تخزين الحبوب القادمة من أوكرانيا وذلك في مسعى منها للمساعدة في حل أزمة الغذاء العالمية وقال كريديندو في تصريح صحفي إن أزمة نقص الغذاء بسبب الحصار المفروض على أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية يمكن أن تسبب حالات توارئ غير مسبوقة مثل زيادة تدفقة الهجرة إلى أوروبا موضحا أن بلاده عززت حضورها في البحر المتوسط من خلال صفن الدوريات البحرية متعددة الأغراض أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية مشيرة إلى أنه حان وقت ضمامها إلى الاتحاد وخلال مشاركتها في قمة كوبنهاجن المعاقدة بالدنمارك أكدت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا في الحصول على صفة مرشح الاتحاد يشار إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الجلسة العامة في ستراتسبورغ قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد ووفق على القرار 438 صوتا برلمانيا مقابل نحو 65 صوتا معارضا أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الالتزام بإنهاء الأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة المفاوضية الأوروبية أرسالا فاندرلاين حيث تم بحث العلاقات الثنائية الجيدة والالتزام المشترك للعمل على إنهاء الأزمة في أوكرانيا مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية والعواقب على الأمن الغذائي دعا المستشار الألماني أولف شالتس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا جاء ذلك خلال زيارته لقوات الدفاع الجوي الألمانية بالبلقان والتي تأتي ضمن المهام التي يقودها حلف الناتو وستركز جولة شالتس على استطلاع آفاق الاندمام للاتحاد الأوروبي لست دول في غرب البلقان ترجمة نانسي قنقر 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 أعلن حلف شمال الأطلسي أن نيتو نيته تزويد دول الجناح الشرقي للحلف بأنظمة صواريخ وعتاد متطورة أوضح نيتو في بيان له أنه يجهز للنشر قوات في دول الجناح الشرقي للحلف وذلك لمواجهة روسيا مضيفا أنه سيضمن أمن فنلندا والسويد قبل نيلهما عضوية الحلف قال رئيس الوزراء المجري فيكتر أربان أن حظر الاتحاد الأوروبي لوردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم وذلك بسبب زيادة أسعار الطاقة وفي تصريحات أضاف رئيس الوزراء المجري أنه بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة فإن التضخم في المجر والذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15% و16% خلال القمة ذاتها أكدت رئيسة وزراء لتوانيا إنجريدا سيمونتي أن بلادها أوقفت استيراد الغاز الروسي ووفرت البدائل عن هذا الغاز وأضافت سيمونتي أنها تقع أمام خيارين إما حظ ماء وجه بوتين أو حياة الأوكرانيين كانت وزارة الطاقة في لتوانيا قد أوضحت في تصريح سابق أن شراء مصادر الطاقة الروسية يعني أن تمول لتوانيا الحرب أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كواتشي هيجويودا أعلن أنه كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا ستحضر اليابان تصدير المركبات الثقيلة والشاحنات القلابة والجرفات إلى موسكو وأضاف الوزير الياباني أنه سيتم حظر تصدير البضائع التي تساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية إلى روسيا كما سيتم أيضا فرض حظر على تسليم المركبات الثقيلة والشاحنات القلابة والجرفات وغيرها من المعدات الثقيلة بداية من السابع عشر من يونيو الجاري